بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنكمل مع بعض ان شاء الله الجزء التالت في الشابطر التاني هنتكلم في الشابطر دوت او في الجزء دوت من الشابطر ان شاء الله على ال error propagation لو انا عندي دالة زي زد من مجموعة متغيرات هما اي وبي و سي وهكذا عشان اجيب ال standard division للزد ديت او للدالة ديت هعمل تفاضل جزئي لكل part من دول او لكل variable من دول لو قلنا والله المقصود بالي زد هنا هو ال standard division او مقدار الخطأ او مقدار الثقة فيه ال variable اللي اسمه زد ده بيساوي الجاز التربيعي والجاز التربيعي معناها plus or minus للتفاضل الجزئي لل variable اللي اسمه ايه تربيع زد التفاضل الجزئي لل variable بي والتفاضل الجزئي لسي وهكذا لغاية لما اوصل الى اخر متغير موجود عندي فيه المعادلة ديت او فيه الدالة ديت بيقولي function f by a function a او partial a if partial a partial f partial b وهكذا all the same partial differentiation of the function لو افترضنا ان كل قيم او الpartial بتاع ال a add partial b add c وهكذا فنقدر بدل ما اعملهم بدل ما يبقى كل قيمة من دول مختلفة ده حسب المعادلة اللي عندي ممكن يبقى المجموع بتاعهم يعني لو افترضت ان مقدار الخطأ في التغير ايه قد مقدار الخطأ في التغير b add c قد هكذا قدر اقول ان في الاخر دوت ده هيساوي زائد او ناقص الجزئي التربيعي لان مضروبة فيه مقدار الخطأ الايه للايه او الايه بقى اي واحد فيهم تربيع ليه لان الايه الايه ايه قد ايه بي قد ايه سي وهكذا وبالتالي ان دي هي عددهم يعني مجموعهم في الاخر زي ما هو موجود قدامنا في المعادلة ديت بس ديت بفرض ايه بفرض ان الخطأ فيه كل جزء من الاجزاء دي متساوي تماما طيب لو اختلفت اقول لا لو اختلفت هنرجع بقى للمعادلة دي اللي هو سيجما سكوير وطبعا لو عايز سيجما بس يبقى اني هاخد السكوير ووت بيساوي التفاضل الجزئي للدالة اللي اسمها اف كاملة على التفاضل الجزئي لأكس واحد اللي هو المتغير الاول كل تربيع زائد التفاضل الجزئي للدالة اف على بعضها بالنسبة للمتغير التاني او المتغير التاني الواحد اللي هو اكس اتنين وهكذا وبالتالي هتبقى مختلفة عن بعضها الكلام ده زي ايه عندنا في المساحة يعني اكتر مثال عليه زي الاريا لو جيت قلت والله انا جبت مساحة مستطيل قطة ارض مستطيلة الشكل ابعدها هي الايه في البي اما جيت جزء است اللي ايه ده هي طلعت هدفطرت بسل طلعت تساوي 123.17 زائد او ناقص 5 ملي متر والبي طلعت تساوي 239.50 زائد او ناقص 12 ملي متر اقول او الخطأ هنا عند البي غير الخطأ عند الايه وبالتالي ما اقدرش اعمم على الاثنين ما اقدرش اقول الاثنين زي بعض اخد انو زي ده التاني ده بالنسبة الاريا طيب الديستانس اقول لو انا عندي مسافة ما بين نقطتين ال ايه والبي والمسافة دي اسمتها الى مجموعة مسافات ما استهاش كلها وانشوت ما استهاش كلها مسافة واحد است المسافة من ال واحد وبعدين من واحد لاثنين وبعدين من اثنين الى تلاتة ومن تلاتة الى بي المسافة الاولانية دي كانت دي واحد وليها الستاندرد ايرور الخطأ بيها اللي هي سجما واحد ودي دي اثنين وسجما اثنين دي دي تلاتة وسجما تلاتة دي اربعة وسجما اربعة يبقى معنا كده اقدر اطبق المعادلة دي على ازاي اجيب المسافة اي بي كاملة بالستاندرد فيجين بتاعها بتطبيق القانون دو برضو استخدام تاني لنفس القانون لو انا بستنتج الكوردنت انا عشان اجيب الكوردنت النقطة زي ما اتفقنا انا عندي نقطة اي اهيت معروف احداثياتها افترض ال اي مثلا تساوي الف والن تساوي الفين وانا عندي طول الضلع ده ال ال وعارف انحرافه الفة وعايز اجيب احداثيات نقطة بي عايز اجيب لها ال east والنورس لما جيت است المسافة ايه المسافة اي بي اللي هي ال المسافة دي طلعت تساوي خمسمائة وعشرين متر زائد او ناقص ثلاثة سنتي والفة لما جيت ارصدها لو ما جبت انحراف الضلع اي بي طلع يساوي مثلا 132 درجة 17 دقيقة 12 سانية زائد او ناقص ثلاثة سانية ال standard vision هنا او مقدار الخطأ او مقدار الثقة في الزوايا هنا غير مقدار الثقة في الاطوال اللي احنا اسناها وبالتالي الاختلاف هنا هيخليني ارجع للمعادلة دي اتطبق فيها عشان اجب الستاديا اللي هي معظم الكتب بتسميها التاكيومترية برضو اطبق فيها نفس الكلام طيب الماثيماتيكا الموديلز بالنسبة للاريا المساحة ابسط حاجة احنا اخدنا هنا القانون بتاع مساحة المستطيل لو عندي الطول والعرض الانس والويتس وهنا الكورنتز زي ما اتفقنا delta x بتساوي المسافة مضروبة في سين البيرنج اللي هي L sin alpha و L cos alpha اللي هو بيديني الفرق الستاديا والله لو الستاديا المنظر افقي تماما يبقى المسافة الافقية الhorizontal distance بتساوي 100 مضروبة في الاي والاي اللي هي المسافة ما بين الستاديا هيرز إرائية الشعر الصفلة وإرائية الشعر العليا الفرق ما بينه مضروب في 100 طيب اذا كان خط النظر مائل فبنتبق في القانون دوت ان H بتساوي 100 ضرب I اللي هي الستاديا انترفلز مضروبة في كوزين الفا زائد C كوزين الفا C هنا هو السابت الاضافي وتسعة وتسعين في المية من الاجهزة المساحية بتحوض عن C ده هو بزيرو عشان كده هو مش مكتوب انه انما القانون الصح زائد C كوزين الفا حيسو C هو السابت الاضافي اما المية ده بيسمون السابت التاكيومتري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة